هذا كل حبايب يساعدني أوقاتكم. أول شغلة خبر كثير حلو ومفرح للجميع. أنا أكثر واحد مبسطة عن جد لأنه نشكر الله كورونا واحد بالمئة يمكن ضل فيه في هولندا يعني خلاص تبخر كورونا في هولندا وابتداء من 25 فبراير التغى كل شي يعني رح ترجع الأمور على طبيعتها مثل ما كانت قبل كورونا قبل ما رح تحصل كورونا شون كانت الحياة الطبيعية بهولندا هيك رح ترجع هولندا. التباعد متر ونص رح يلطغي الكمامات رح تلطغي يعني ناس اللي عم بتحكي وراء الكمامة وتتضحك من وراء الكمامة وما حدا شايفها المهم رح يلطغي التباعد متر ونصر الزيارات أكيد مسموحة ما في أعداد محدودة يعني بلا حدود متر ما بيقولوا ونحن عن جد كتير مبسوطين وأنا أكتر واحد مبسوط لأنه ما عد حط الكمامة كان كتير داييني واللقاح الثالث ما عد يلزموا أوكي اللي ما أخدوا خلاص ما عد يلزموا فيكن تتأكدوا كمان أنا تأكدت وهيك جاني الخبر أوكي بس رح ترجع الأمور على طبيعتها من خلال بـ 25 فبراير سترجع كل الأمور يعني فيكن تعتبروا من هلا أو من 15 أسبوع جاية فيكن خلاص أوكي فيكن تشيلوا الكمامة فيكن متر ونصر تلغو يعني ماد في كورونا نشكر الله الأوميكرون هذا ما بيعدي كتير وإصاباته خفيفة يعني هو خفيف جداً ويلي حاسس حاله إنه مصاب بالكورونا لا سمح الله فيه إنه يحجر حاله خمس أيام وبعدين يطلع خلاص بس الخبر مفرح إنه حيلتغى كل شي وتقريباً تلتر يعني تسع بالمئة التغى كل شي التباعد متر ونص يعني صار كل شي طبيعي والحياة سترجع إلى طبيعتها هذا خبر مفرح للكل وأنا أكثر واحد فيسعد لي أوقاتكم وإن شاء الله بفيديو تاني بشوفكم باي أطول